الباحثون والمبتكرون ستسهل عليهم مشاريعهم بتجشين الأجهزة الحديثة بمركز صناع عمان أجهزة ستسهم في اختصار الوقت والزيادة في القدرات الإنتاجية وتمكنهم في البحث والابتكار وتطوير الأفكار مشروع اللي نفذنا الآن مع المؤسسة التنموية كان إضافة كبيرة للمنظومة الموجودة حاليا في مركز صناع عمان والمأمول أنه يحدث نقل نوعية في نوعية النماذج الأولية التي سيتم إنتاجها من قبل المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال تمثلت الأجهزة في آلة القطع بالليزر وآلة النفث المائية بالإضافة إلى آلة طباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد حيث تم تصنيعها بجودة عالية قامت بتمويلها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال يأتي هذا الدعم ترقمة لسعي الشركة المتواصل للمساهمة في إثراء العملية التعليمية لطلبة مؤسسات التعليم العالي وربط هذه العملية بالجانب التطبيقي بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال ومؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتمكين مرتكزات البحث العلمي والابتكار عبر توفير المستلزمات التي يحتاجها رواد الأعمال والباحثون والمبتكرون لتكون نتاجاتهم مثمرة ويشاد بها من جميع دول العالم هذه الأجهزة سيكون لها الدور الكبير في اختصار الوقت للباحثين والمبتكرين وهي ضمن مبادرات الشركة العمانية للغز الطبيعي المسال في برنامج التنمية الاجتماعية اسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط